بسم الله الرحمن الرحيم تحقق فهمك 5 أوجد الحدين تاريين في المتابعة الهندسية 7, 21, 63 ثم نمثل حدود الخمسة الأولى بيانيا أو شي نوجد بمأنه متابعة الهندسية نوجد أساسها و أساسها الحد على الحد الذي قبله يعني 21 تقسيم 7 فيها 3 إذن الأساس المتابعة هو 3 إذن نقول هنا 7 7, 21, 63 المطلوب الحدين التاريين 7 ضرب 3 21, 21 ضرب 3 63, 63 ضرب 3 189 189 ضرب 3 567 طبعا هذا المدى والمجال عدد الحدود المجال 1, 2, 3, 4, 5 المجال دائما X والمدى دائما Y هنا X هنا Y مثلنا Y المجال 1, 2, 3, 4, 5 طبعا المجال على طول نوجده 1, 2, 3, 4, 5 عدد الحدود المدى نلاحظ هنا آخر قيم المدى 567 نضعها في الأعلى يعني من 1 إلى 580, 540, 560 إلى هذا الحد علشان نمثلها بيانيا بشكل صحيح الفرق بينهم يتفاوت يعني هنا وضعنا الفرق بينهم 60 60 120 180 نبدأ بالتمثيل البياني الآن 1 مع 7 1 هنا وهنا 7 تقريبا بالأسفل هذه النقطة الأولى 2 مع 2 هنا 2 هنا 2 هنا 3 مع 63 هنا 3 63 هنا 4 مع 189 هنا 4 هنا 180 89 هنا 5 مع 567 هنا الخمسة 567 هنا 5 إذن هذا هو التمثيل البياني لهذه المتتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر